ليست الاشادة الدولية بميناء طنجل متوسط الا نتيجة لحقيقة واقعية في قدرته الفائقة على تحويل المغرب لقطب لوجستي وصناعي لاكثر من ثمانمائة شركة عالمية تنشط في قطاعات مختلفة ميناء طنجل متوسط وصل حجم انتاجه الى ثلاثة ملايين ونصف المليون حاوية خلال ست سنوات فقط ونحو تسعين في المائة من احجام الحاويات التي تمر عبر الميناء هي حاويات ترانزيت تتجه الى وجهات اخرى يشكل غرب افريقيا اكبر سوق تجارية للميناء بحصة قدرها اربعون في المائة قرب ميناء طنجل متوسط من اوروبا جعل منه حلقة وصل حقيقية اذ يرتبط الميناء حاليا بمائة واربعة وسبعين بناء في جميع انحاء العالم موزعة على اربع وسبعين بلدا يقدم خدمات كثيرة لشتى انواع التدفقات من الحاويات والسفن فضلا عن كونه محطة لتصيف السلع والسيارة الجديدة لاصبح مرفأ طنجل متوسط واجهات المغرب نحو الاستثمار البحري الامن في المستقبل